موسيقى السلام عليكم من الواضح ان في اجماع عالمي من اكبر الاقتصاديات الناشئة في العالم على الاستغناء تدريجيا عن الدولار الامريكي لان زي ما احنا عارفين اي اقتصاد مربوط بالدولار فهو معارض لهزات عنيفة جدا بمجرد ما البنك الفترالي الامريكي يرفع الفايدة ولو حتى 5 من 10% لان اول ما بيحصل تدخم في الولايات المتحدة ده معناه زيادة فايدة وده معناه هروب الاموال والاستثمارات من الدول ذات الاقتصاد النامي او الناشئ للولايات المتحدة الامريكية لان الفايدة هناك في امريكا اعلى ولو الدول دي قررت انها ترفع الفايدة علشان تحافظ على فلوس المستثمرين فبالتالي هي كمان هتدخل في حال التدخم واقتصادها هيتحول من اقتصاد ناشئ لاقتصاد بيعاني وده نموذج تم تطبيقه في مصر بالحرف لان مصر قبل ازمة كورونا وقبل الحرب الروسية الاوكرانية كانت اقتصادها متنامي وواعد جدا ولكن بعد الازمتين دول بالتأكيد حصل تدخم رهيب في امريكا وسعر الفايدة ارتفع لسبع مرات على التوالي فاكيد حاجة زي كده اثرت سلبا بشكل غير طبيعي على الاقتصاد المصري وعلى العملة المحلية وحصل التدخم اللي كلنا عايشين فيه دلوقتي فالسعودية تقريبا اتعلمت الدرس وبدأت انها تفك الارتباط مع الدولار وده بدأ على مستوى التجارة الخارجية رسميا لان السعودية اصبحت اول دولة عربية تتعامل بالعملة المحلية في التجارة الخارجية مع الصين ومع روسيا يعني حاليا السعودية بتشتري من روسيا والصين بالعملات المحلية وعموما السعودية بتخطط انها تنتهي تماما من التعامل بشكل رئيسي في اي تعاملات مالية تجارية رئيسية خارجية او داخلية بالدولار خلال مدة اقصاها من سبع سنين لخمستاشر زمن وهي بالفعل بدأت في تنفيذ اول خطوة من التخلص من الدولار من خلال تبادل تجاري مباشر ما بينها وما بين روسيا والصين بالعملات المحلية للبلاد دي ما ننساش ان السعودية بتسعى كمان للانضمام لمجموعة بريكس اللي بتضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا كمان وكنت نشرت هنا حلقة مهمة جدا عن الموضوع ده بخصوص انضمام مصر والسعودية لمجموعة بريكس مشرتها هنا على نفس القناة اعتقد القناة الرئيسية بعنوان العمالقة في بريكس وحضراتكم لازم تشوفوا الحلقة دي علشان فيها كل المعلومات الخاصة بالمجموعة وازاي مصر والمملكة العربية السعودية حيكونوا اعضاء فيها وغيب ان شاء الله على فكرة المملكة العربية السعودية مش هي الوحيدة اللي بدأت انها تتخلص من الدولار في تعاملاتها وتجارتها الخارجية عندك مثلا الهند وباكستان والامارات عملوا صفقات مع روسيا والصين ودفعوا تمن السلع دي بالعملة المحلية واخر مثال للدول اللي قررت انها تتخلص من الدولار في تعاملاتها الخارجية كانت العراق اللي اعلنت انها بتخطط لتنظيم التجارة الخارجية مع الصين مباشرة باليوان الصيني يعني اللي بيحصل ده حاليا سواء من السعودية او من عدة دول تانية كبيرة في المنطقة زي الهند مثلا ما هو الا عملية حرق للدولار لان اي عملة عالمية بتتكسب قوتها منين ما هو اكيد بتتكسبها من التجارة الخارجية اللي بتتم ما بين دول كبرى باستخدام العملة دي فلما تيجي السعودية والهند وهم دول كبيرة حرفيا سواء سياسيا او اقتصاديا ويقرروا انهم يلقوا التعاملات الخارجية بالدولار ويتبادلوا السلع فيما بينهم وما بين روسيا والصين بالعملات المحلية سواء كنيوان او روبل او ريال فالموضوع حرفيا بيهدد الولايات المتحدة الامريكية اقتصاديا على مستوى واسع وكبير جدا لانه مش سهل ابدا ان دول بالحجم ده تتجاهل وجود الدولار تماما او جزئيا حتى وتبدأ في اعتماد عملتها المحلية في التبادل التجاري وعلى فكرة ده اللي هتعمله مصر كمان مع روسيا لما هتستورد القمح الروسي بالعملة المحلية سواء الجنيه المصري او روبل الروسي وانا اعتقد ان مصر في طريقها بالفعل لتفعيل نفس القرار اللي اخدته المملكة العربية السعودية لان مصر بتطمح لنفس الشيء انها هي كمان تنضم المجموعة بريكس فالهدف واحد في النهاية وهو التخلص من الدولار وده هيحصل في مصر عاجلا غير ااجل ان شاء الله وعلى فكرة الخطة الخاصة بحرق الدولار في منطقة الشرق الاوسط اكدها الرئيس الصيني وقال ان الصين هتبدأ انها تشتري نفط بكميات كبيرة من الشرق الاوسط باستخدام اليوان الصين تقريبا كده الدولار اتقارد فتحته يا رجالة انت متخيل الصين محتاجة نفط يوميا بكميات قد ايه طيب انت متخيل الكميات الرهيبة دي هيتم شراها باليوان ده معناه صعود اليوان وهبوط الدولار يعني كمان كم سنة هنلاقي الناس بتدلل حرفيا على الدولار ده علشان حد يشتريه ومش هيلقه في المستقبل بالنسبة للدولار سيء جدا فعلا طيب هنا في واحد حيسألني ويقول لي هل ده معناه ان الصين خلاص سيطرت على الشرق الاوسط اقتصاديا وسياسيا الاجابة اني لسه بدري علشان نحكم بشكل نهائي على التصور ده ولكن مما لا شك فيه ان الصين بتثبت للولايات المتحدة الامريكية ان هي لاعب رئيسي في الشرق الاوسط وفي العالم عموما خصوصا بعد الاتفاق التاريخي على استئناف العلاقات السياسية ما بين السعودية واران فلما كمان الرئيس الصيني يعلن انه هيشتري النفط من الشرق الاوسط باليوان الصيني فاكيد دي ضربة معلم وضربة قوية جدا للاقتصاد الامريكي انا عايزك تتخيل اكبر مصدر للنفط في العالم اللي هو السعودية واكبر مستورد للنفط في العالم اللي هي الصين بيتعامل مع بعض باليوان وبريال وحط نفسك مكان بايدن اكيد دي بالنسبة لك مصيبة وكارثة انا بس عايز اوضح لك قد ايه الموضوع ده مرب جدا لحسابات الاقتصاد الامريكي طيب ايه موقف المملكة العربية السعودية السياسية انتجاه امريكا بعد ما اعلنت انه حتتبادل السلع والتجارة ما بينها وما بين روسيا والصين بالعملات المحلية السعودية بدون شك هتحافظ على علاقات ممتازة مع الولايات المتحدة الامريكية وفي نفس الوقت هتحاول ان هي توسع علاقتها مع روسيا والصين تحديدا لان السعودية في النهاية بيهمها المحافظة على قوة واستقرار اقتصادها وبالمناسبة السعودية حاليا هي اقل دولة من حيث معدل التضخم من ضمن اقتصاديات مجموعة الاشرين كلها وعلى فكرة برضو اهتمام السعودية بالانضمام لبريكس ده جزء من النظرة السياسية للمملكة في المستقبل لان الكتلة الشرقى اوسطية اللي حتنضم لبريكس مش هيينة ابدا هو هيكون للسعودية حلفاء اقوية جدا في المنطقة مستقبلا يعني بعد ما كلهم بقى ينضموا لبريكس عندك مثلا تركيا ومصر الامارات السعودية ايران دول مرشحين ينضموا لبريكس تخيل بقى المجموعة دي بالاضافة للسعودية هيكون وزنهم وتأثيرهم الاقتصادي في المنطقة عمل ازاي انا اعتقد انه بالتحالف ده مفيش اي ازمات اقتصادية ممكن ان هي تأثر على المنطقة مستقبلا ولا تقولي بقى تدخم في امريكا ولا الفدرالي رفع الفايدة ولا الفدرالي قل للفايدة السعودية حيكون عندها حلف اقتصادي ممتاز بعد انضمامها لبريكس وانضمام بقية الدول اللي ذكرناها لنفس المجموعة علشان كده دايما كنا بنقول التحالف ما بينه افضل بكتير من الصراعات لان لما بنتصارع ولما كل واحد فينا بيشد مع التاني فالمستفيد الوحيد بتكون هي امريكا لكن لما كلنا نكون كتلة واحدة اكيد حاجة زي كده هتقلل كتير جدا من النفوذ الامريكي في منطقتنا وده بديهي جدا لكن ما كانش حد بيسمع الكلام ده وكأننا كنا بندم في ملطة عموما ده مش معناه ان التجارة الخارجية بالدولار هتنقطع تماما بالنسبة للسعودية او بالنسبة للدول اللي هتنضم البريكس لا بالعكس حيكون فيه تبادل تجاري بالدولار عادي جدا ولكن على مدى منظور يعني على عدد محدد من السنين وبعد كده حيتم إلغاء الدولار كليا او جزئيا وهو حاليا تم إلغاءه في السعودية جزئيا مع روسيا والصين وزي ما قلنا خلال من سبع سنين لخمستاشر سنة حيتم إلغاءه كليا وده اللي هيحصل مع كل الدول اللي هتنضم البريكس ترقائيا وعلى فكرة السعودية صرحت رسميا مؤخرا انها حتقبل عادي جدا ان هي تبيع نفطها مقابل عملات محلية لبعض الدول وأكيد منهم روسيا والصين والهند ودي بداية لانهيار الدولار في الشرق الأوسط وبمجرد من ضمام السعودية لبريكس حتكون ضربة قتلة للولايات المتحدة الأمريكية لأن أكبر مصدر للنفط في العالم كله راحوا نضم لأكبر كتلة اقتصادية بتهدد سلامة ونمو الاقتصاد الأمريكي وده كله بسبب سياسات بايدن الغابية ضد السعودية ويا ما قلنا يا جماعة بلاش نتغابة يعني ما بايدن في السياسات الخارجية بتاعتك دي اهدى شوية لأنك حتدفع تمانها غالي حاليا انت دفعت تمانها غالي فعلا سواء في السعودية أو في أوكرانيا أو حتى في أفراقيا لأن روسيا والصين عندهم نفوذ غير طبيعي وهائل جدا في أفراقيا دلوقتي ده غير نفوذك انت اللي خسرته لصالح الصين في الشرق الأوسط ده غير حليفك اللي هي السعودية اللي انت برضه خسرتها بتصريحاتك الغابية ومواقفك التفولية والغير مفهومة خصوصا في موضوع خشوجي وما إلى ذلك بس انتوا عارفين ضربة المعلم اللي أنا مستنيها للدولار على المستوى المحلي هتكون ايه؟ تخيل معايا كده؟ طيب تخيل ان مصر تقرر انها تتعامل بعملتها المحلية اللي هي الجنيه في تحصيل رسوم عبور قناة السويس أو انها تتعامل خارجيا بسبائك الذهب بدل الدولار بالنسبة للمعاملات التجارية الدولية كده يبقى السعودية من نحية ومصر من نحية وحرفيا الدولار هيكون يتحرق في الشرق الأوسط تماما ياريت حضراتكم تقولولي في التعليقات رأيكم هل انضمام المملكة العربية السعودية لمجموعة بريكس هيكون سبب رئيسي في نهيار امبراطورية العملة العالمية الأولى الدولار والأمريكا هتلاقي حل تاني لفرض الدولار كعملة لا غنى عنها في التجارة العالمية وشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر